زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ومن أعظم النساء بركة على قومها القانتة المسبحة العابدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية أبوها هو الحارث بن أبي ضرار بن حبيب سيد بن المصطلق وكان قد جمع قبيلته استعدادا للإغارة على المدينة فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وباغتهم عند ماء يسمى المريسيع فهزمهم وغنم ما معهم وسبى منهم وكان في السبي جويرية وكانت كما تصفها عائشة رضي الله عنها امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فصارت لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري أو لابن عم الله فكاتبت لأجل حريتها ولم يكن معها ما كاتبت عليه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في مكاتبتها فقال هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله فتزوجها صلى الله عليه وسلم ولما تسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوجها أرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها اعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلق رأى ابن سعد في الطبقات أن أباها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي لا يسبى مثلها فأنا أكرم من ذاك فخل سبيلها فقال أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسننا قال بلى فأتاها أبوها فقال إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحين فقالت فإني اخترت رسول الله كانت رضي الله عنها كثيرة الصلاة والتسبيح وكانت تصوم من النوافل الكثير حتى صامت يوم جمعة منفردة وأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تفطر وقد ظلت رضي الله عنها على عبادتها وتقواها إلى أن توفيت سنة ست وخمسين للهجرة وقيل سنة خمسين في خلافة معاوية رضي الله عنه وكان عمرها سبعين سنة وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة حينئذ رضي الله عنها وأرضاها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر